اتفاقية الإطار الاستراتيجي هي اتفاقية أمنية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية تتضمن تحديد الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت للقوات العسكرية الأمريكية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها منه عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي ماجد الغراوي قال في بيان إن اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي أبرمتها الإدارة الأمريكية مع الحكومة العراقية عام 2008 تحوي أفخاخا وقيودا عديدة وأنها لم تنفذ وبقيت حبرا على ورق فيما يخص البنود التي تصب بمصلحة البلاد الغراوي أوضح إن الإدارة الأمريكية امتنعت عن تزويد العراق بالأسلحة والعتاد ولم تشترك بدرء خطر تنظيم داعش الإرهابي عند انتشاره في البلاد رغم وجود بنود في الاتفاقية تلزم الطرف الأمريكية بالدفاع عن العراق داعيا الحكومة العراقية إلى إلغاء الاتفاقية مع الجانب الأمريكي وبين أن واشنطن تحركت لإنشاء التحالف الدولي بعد أن استشعرت خطر تعاون بعض الأطراف التي قدمت الدعم والإسناد إلى العراق وأفد الغراوي إن احتلال القوات الأمريكية للعراق عام 2003 كان مخالفا للقوانين الدولية وبني على حجج غير واقعية وأكاذيب وخداع الرأي العام العالمي لغرض تثبيت موطئ قدم لها في المنطقة وإعادة ترتيب الأوراق الاتفاقية الأمنية تشير في أحد أقسامها وبناء على طلب حكومة العراق إلى قيام واشنطن بشروع في مداولات استراتيجية مع الجانب العراقي عند نشوء خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان عليه من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو تهديد نظامه المؤسساتي والديمقراطي وتتخذ أمريكا الإجراءات المناسبة والتي تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي إجراء آخر للتعامل معها كذا تهديد